أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه كنا في المجلس السابق قد وقفنا على خبر مؤمن آل فرعون وما جرى بينه وبين قومه من حوار ثم العاقبة التي انتهى الأمر إليها ثم ذكرت الآيات الكريمة صورة من صور العذاب الذي يناله أهل النار ثم ختم الكلام عن قصة موسى ومؤمن آل فرعون بقوله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد هذا التعقيب لأن الله عز وجل قد أهلك فرعون وقومه ونصر موسى وقومه فجاء هذا التعقيب كالفائدة والعبرة من هذه القصة ثم قال عز وجل ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وهذا أيضا من أنواع النصر التي نصر الله بها موسى وقومه أن الله عز وجل أهلك فرعون وقومه ونجى موسى وقومه وأورثهم الهدى وأورثهم الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى يعني البينات الواضحات ما يهدي إلى الحق من التوراة من الأدلة من المعجزات من البراهين وأورثنا بني إسرائيل من أتباعه ممن آمن به الكتاب يعني التوراة فورثوها بعد موسى هدى وذكرى لأولي الألباب يعني في التوراة وهي كتاب الله المنزل فيها الهدى وفيها الذكرى يعني التهدي وتذكر لكن لمن؟ لأولي الألباب يعني أصحاب أصحاب العقول وعندئذ بعد أن ختمت هذه قصة موسى والتعقيب عليها تأتي العبرة التي تستخلص من هذه القصة تأتي ذكر العبرة التي تستخلص من هذه القصة وهي قول عز وجل فاصبر إن وعد الله حق لما كان مساق هذه السورة مساق تسرية النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كذبه قومه والرد على قومه في تكذيبهم له جاءت جاء هذا التعقيب بعد قصة موسى قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما أمره على ما أمره بأن يصبر على تبريغ رسالة الله ثم يصبر على الصد والإعراض الذي يلاقيه من أولئك المشركين ويتعزى ويتسلى بما حصل للأنبياء قبله ولذلك قال عز وجل وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فمعرفة سير الصالحين سير الأولين من الرسل وأتباعهم السائرين على دربهم من أعظم ما يورث في النفس الصبر على الشدائد التي تعرض للإنسان يورثه الصبر وفيه تسليه أيضا للإنسان لأن أصابك البلاء وأصابك المحل فقد أصابك قبلك من الأنبياء والرسل الكرام وأتباعهم من الربانيين أصابهم مثل ما أصابك وهذا يجعل الإنسان يتعزى ويصبر على هذا السبيل الذي هو طريق الأنبياء هذا طريق الأنبياء من سلكه سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء ولهذا الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد الكعبة قالوا ألا تدعوا الله لنا ألا تستنصروا لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم مثالا على ما يلاقه من قبلهم قال إن كان رجل قبلكم ليمشط بأمشاط الحديث وينشر من رأسه إلى مفرقه ما يصده ذلك عن دين الله والله ليتم أن الله هذا الأمر فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصحابة بما حصل ممن قبلهم أولا لتسلية والأمر الآخر لتصبيرهم وأن يتعزوا بها ولذلك كل إنسان مبتلى كل إنسان مصاب كل إنسان يصيبه نوع من البلاء فليتعز بمن بمن تقدم من الصالحين وفي رأسهم ومقدمتهم أنبياء الله ورسله ومما يعزي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال له وأورثنا بني إسرائيل الكتاب يعني بعد إهلاك فرعون وملكه وقومه كانت من ورثهم بعد ذلك ورثهم قوم موسى فمع أنهم كانوا أذلة أذلة يعني لا يهب أهلهم وقد سامهم فرعون سوم العذاب لكن الله عز وجل أورثهم بعد ذلك الأرض فهذا فيه تسري للنبي صلى الله عليه وسلم وتسري للصحابة من بعده في قوله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وقع خلاف بين المفسرين في مثل هذه الآية واستشكلوها فيما يسمى آيات المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تسمى آيات المعاتبة وهي عائدة إلى مسألة مسألة أخرى تتعلق بالاعتقاد هل الأنبياء معصومون عن الذنوب والخطايا أم لا وهذه مسألة فيها تفصيل وكلام طويل لأهل العلم فيها ومحل إجمع أهل الإسلام على أن الأنبياء معصومون بعد الوحي بعد النبوة عن كبائر الذنوب هذا محل إجمع بين أهل أما قبل النبوة فقد وقع الخلاف ولكن قول عامة أهل العلم أنهم معصومون عن الشرك وعن الكبائر قبل النبوة وأما بعد النبوة فهم معصومون محل الإجمع على الكبائر واخترف في الصغائر وأما ما يتعلق بالبلاغ والرسالة فإنهم معصومون لا يمكن أن يقع منهم خطأ فيها وإن وقع خطأ لا يقرون لا يقرون عليه على كل حال هذه مسألة يطول فيها الكلام إنما قوله واستغفر لذنبك هنا ينبني عليه هل النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذنب وقع في ذلك خلاف بين المفسرين مع إجماع المفسرين على أن الآية على أن النبي لم يقع منه ذنب يستغفر الله منه مع إجماعهم على هذا فقد اختلفوا في توجيه هذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار على أقوال عدة فمنهم من قال إنه على تقدير محذوف أي استغفر ذنوب أمتك ذنبك قال ذنوب أمتك وبعضهم قال إن هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول من باب إضافة المصدر إلى المفعول كيف يكون التقدير أي استغفر ذنب أمتك في حقك استغفر لذنبك يعني ذنبهم في حقك الأول ذنوب أمتك لكن هذا ذنبهم في حقك واضح الفرق بين القولين والحقيقة هذان القولان مع أن كثير مفسرين قال بها قال بأحدهم لكن هو في الحقيقة عدول عن ظاهر العية الله عز وجل يقول استغفر لذنبك وأن تقول استغفر لذنب أمتك أو استغفر لذنب لذنب أمتك في حقك هذا عدول عن الظاهر والأصل القاعدة التفسرية أنه لا يعدل عن ظاهر نصوص الكتاب والسنة إلا لقرينة قوية دال عليها طبعا هم يقولون أن القرينة أن النبي معصوم من الذنوب هذه هي القرينة القول الآخر قالوا أن الذنوب المقصود بها ذنوبك قبل النبوة وهذا القول مع أنه قد يكون حسن في الظاهر لكن الأصل يقال أنه قبل النبوة غير مؤاخذ بالذنوب فليس ذنبا يستغفر منه لأنه غير مؤاخذ عليه الصلاة والسلام منهم من قال إن المقصود بالذنوب هنا على ظاهرها وهي صغائر الذنوب وهؤلاء هم قول من يجيز أن يقع من النبي صغائر الذنوب وقول آخر قالوا إنما هو طلب الدوام على العصمة من من الذنوب ومنهم من قال إن الاستغفار هنا يعني الذنب هنا ترك الأولى وليس فعل معصية وإنما ترك ترك الأولى على كل حال هذه أقوال ذكرتها مختصرة مع أن كلام أهل العلم فيها طويل لكن اقتصرتها للوقت والذي يظهر أن الاستغفار هنا لا يلزم منه وقوع الذنب لا يلزم منه وقوع الذنب بل المقصود يعني الاستغفار عن كل ما يقعد بك عن بلوغ الكمال وعن كل ما يكون سببا لغضب الله تعالى فهو من محض التعبد لله والتواضع له عز وجل ولذلك المؤمن إذا صلى يستغفر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره عز وجل أن يختم يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا مع أنه حياة طويلة من الجهاد والقيام برسالة الله والبلاغ ومع ذلك يأمره بالاستغفار فلا يلزم أن يكون الاستغفار من ذنب وقع بل هو بمعنى الاستغفار عما يقعد عن بلوغ الدرجات الكمال الاستغفار عما يقعد عن عبادة الله حق عبادته الاستغفار اللي دال على تواضع الإنسانية تواضع العبد المؤمن لله عز وجل هذا الذي يظهر في معنى الآية والعلم والعلم عند الله ولهذا عائشة رضي الله عنها يعني وإن كان الشيء بالشيء يذكر عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه فعجبت من ذلك قالت يعني تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر حين ما الحاجة قال أفلا أكون عبدا شكورا فهذه مقامات من العبودية عالية هذه مقامات من العبودية عالية قال الله بعد ذلك إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير يقول عز وجل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان يعني يحاجون فيها ويمارون بغير سلطان يعني بغير حجة واضحة لا يحملهم على ذلك إلا كبرهم عن الحق إن في صدورهم إلا كبر يعني ليس في صدورهم طلب للحق ولا قصد لبلوغه بل ليس في صدورهم إلا الكبر الكبر الذي يمنعهم عن سماع الحق ويمنعهم عن قبوله والانقياد إليه كبر ما هم ببالغه يعني كبر يحملهم عليه حسدهم لما أنت فيه من شرف النبوة وتكريم الله لك فهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أكرمه الله به فاصطفاه للنبوة فيمنعهم الحسد والكبر عن ذلك وإذا كان المانع للإنسان الكبر والحسد فما تستطيع أن تفعل به شيء ليس لك إلا أن تعتصم بالله عز وجل وتستعيد به ولهذا قال فاستعذ بالله فلأنهم يجادلونك بغير السلطان إنما الكبر والحسد فليس لك بعد ذلك إلا أن تستعيد بالله منه إنه هو السميع البصير ثم الآية فيها الإشارة إلى أعظم ما يتعود به الإنسان من الحسد والكبر وهو الاستعاذ بالله والحقيقة إن هذا هو دواء الحسد أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم إن كان الحسد خرج منه أو يخافه من غيره فيستعيد بالله من الشيطان الرجيم فهذا من أعظم الأدوية التي يتقى بها الحسد والكبر ثم قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآيات التي ستأتي فيها ذكر بعض مظاهر قدرة الله عز وجل ومظاهر قوته ومظاهر إنعامه على خلقه بما يستدل بها على توحيده وأنه المستحق للعبادة وحده دون سوى وهذا من أظهر الأدلة في القرآن الكريم على العبودية ووجوب وحدانية الله أن يستدل بالخلق والإيجاد والإنعام على العبودية وهذا صحيح لأن من خلقك ورزقك وأنعم عليك هو المستحق لأن يعبد وحده دون سوى يقول عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون في هذه الآية رد مفحم لمن شك في قدرة الله عز وجل على البعث فيقول عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذه السماوات بأفلاكها بأجرامها بسعتها التي لا تخطر على بال يعني يذكر أهل الاختصاص في هذا المجال الأشياء لا يكاد الإنسان يصدقها من سعة هذا الكون وعظمه يعني الإنسان فيه لا لا يكاد يعني كالهباءة في هذا الكون فالذي خلق هذا الكون بمجراته بأفلاكه بنجومه يعجز عن أن يعيد الخلق ولذلك قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلأنهم لا يعلمون يقعون في الضلال والانحراف وهذا من أعظم يعني الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم الدالة على البعث متعددة متنوعة منها الاستدلال بالخلق الأول الذي يقدر أن يخلق مرة قادر على أن يعيد الخلق بل الإعادة أهون عليه الاستدلال بمظاهر الحياة في الكون مثل إنزال المطر وإحياء النبات إن الذي أحياها لم يحيي الموتى الاستدلال بمظاهر القدرة في خلق الكون لأن القادر على أن يخلق هذا الكون خلقا متقنا لا عوج فيه ولا اضطراب في غاية الدقة والإحكام القادر على خلق هذا لن يعجزه أن يخلق هذا الإنسان الضعيم هذه الأنواع الثلاثة من أبرز الأدلة على البعث مما ورد في القرآن الكريم وهي أدلة تجمع بين الحس والعقل فكلها محسوسة الكون كله نشوفه العالم الكبير والجاهل الصغير كله لا نرى الكون ولا لا فهي محسوسة ومدركة ما نحتاج إلى مختبر حتى نصل إلى الأدلة هذه ولا إلى مجهر لأنها موجودة مبثوثة في الكون الكل الكل يراها وهذه ميزة أدلة القرآن الكريم أنهم أخوذه من واقع الناس كل الناس يرى العالم في مختبره والعامل في معمله والمزارع في مزرعته كل الناس يستطيعون أن يروا هذه الأدلة وهذه ميزة مما يميز أدلة القرآن الكريم ومع سهولتها إلا أنها تحوي أعظم البراهين على ما وردت عليه من مسائل وقضايا قال عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون بعد أن ذكر هذا الدليل بيّن أن اختلاف الناس فهناك الأعمى وهناك البصير وهذا ضرب مثل للمؤمن والكافر ضرب مثل للمؤمن والكافر فضرب مثلاً للكافر بالأعمى الذي لا يبصر فكيف تريد الشخص لا يبصر كيف تريده أن يبصر الحقائق وذلك مثل الكافر ومثال المؤمن مثال المبصر وذلك قال ما يستوي الأعمى والبصير وقدم ذكر الأعمى لأنه هو المقصود لماذا هو المقصود؟ لأن الحديث حديث مع أناسل قد عموا عن الحق ولأجل ذلك يقدم ذكرهم مع أن البصير أشرف من الأعمى ولكن لأن المقصود ذكر مثالهم هم قدم ذكر الأعمى ولهذا لما جاء في المقارنة بين المؤمن والمسيء قدم ذكر من؟ المؤمن من ذلك مقام التشريف ذاك مقام ضرب المثال فقدم من يخاطب من هو الأهم وهو الظالم فقال الأعمى لكن لما جاء إلى التشريف قال والذين آمنوا عملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون والحقيقة إن هذا المثال غاية من الانطباق على حال الناس فإنك ترى المؤمن على نور على بيّنة من ربه والمستقيم على دين الله تره على نور على بيّنة من ربه بخلاف الضال المنحرف عن دين الله فإنه لا يزال يبقى لا يزال أعمى حتى وإن كان مبصراً لا يزال أعمى حتى وإن كان عالماً لا يزال أعمى حتى وإن كان وصل أعلى الشهادات ونالها فهو أعمى عن الحق أعمى عن الهدى يكفي من عماه أنه عمي عن أعظم حقيقة وهي وجود الله عز وجل وتوحيد يكفي والمؤمن يكفيه بصراً وبصيرة أنه أبصر أعظم حقيقة وهي عبادة الله وتوحيد حتى ولو كان يعني أقل الناس علماً وتحصيلاً للشهادة ولذلك كل من اتبع الحق فهو مبصر وكل من أعرض عنه فهو أعمى حتى لو كان أعلى أعلى الدرجات وأرفع وأرفع المناصب ثم قال عز وجل إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بعد أن ذكر الله عز وجل مثال المؤمن ومثال الكافر أعقب ذلك بقوله إن الساعة لآتية لا ريب فيها والساعة يعني مقصود به يوم القيامة لآتية لا ريب فيها يعني لا شك لا شك فيها ولم ترى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني لا يصدقون ولا يوقنون بمجيئها ثم قال عز وجل بعد ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قوله داخرين من أصلها من دخرة بمعنى ذل وصغر ولهذا يقول عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يقول عز وجل لعباده ادعوني والمقصود بالدعاء هنا الدعاء الدال على توحيده عز وجل والخلوص له من أنواع الشرك فمن دعا الله عز وجل وحده خالصا من الشرك فإن الله يستجيب له وتأمل ماذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما قال يستكبرون عن دعائي بل عن عبادتي وما قال المؤمنين نعبدوني بل قال دعوني ليدلك على أن العبادة هي الدعاء الدلالة على أن العبادة هي الدعاء وقد قدمنا ما يشير إلى هذا المعنى فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدخلون جهنم مع ذل وحقارة وصغار وهذه الآن يدال على شرف الدعاء وعلوم منزلته وأنه هو العبادة وكيف كان الدعاء هو العبادة لأن الدعاء فيه طلب تطلب خير أو تطلب دفع ذر وهذه الحال توجب الذل والخضوع ولذلك وهذه حال العبودية لأن حقيقة العبودية كمال ذل مع كمال خضوع وهذه صفة العبودية وهذه حال الداعي ولذلك سمى الدعاء عبادة وسمى العبادة لدعاء لأن الدعاء هو حقيقة العبادة قال الله عز وجل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة إن الله لدى فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه الآيات الكريمة جاءت الآن تذكر كما قدّبنا قبل قليل أنواع من الأدلة التي تتضمن نعم الله عز وجل على خلقه منها قول الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة في الليل في الليل قال لتسكنوا فيه فذكر الوظيفة التي تكون في الليل وهي السكن وفي النهار قال مبصرة ما قال في الليل مظلمة كما قال في النهار مبصرة ولم يقل في النهار لتعمل فيه كما قال في الليل لتسكنوا فيه لما قوله لتسكنوا نص على السكن في الليل لأن هذا لأن الليل لا يكون إلا لهذا فقر الليل لا يكون إلا للسكن تسكن فيه الأرواح تسكن فيه النفوس تنام فيه وهذا ما يؤكده الطب الحديث من أن إعادة بناء خلايا الجسم الميتة يكون في حال النوم وفي الليل على وجه الخصوص لمعنى خاص في الظلمة فسماه الله سكنا تسكن فيه النفوس وسماه في الآية الأخرى سباتا تنقطع فيه الحياة قطع السبت القطع ولكن في النهار قال مبصرا ولم يكن مثلا تعمل فيه أو شيء من هذا وقال لكن قال مبصرا لما؟ يعني أن هذا النهار مبصر فأعمل ما شئت من أراد أن يعمل يعمل من أراد أن يتجر يتجر من أراد أن يتعلم يتعلم بمختلف الحاجات والأغراض لأنه مبصر فتعمل ما تشاء لأنه وقت العمل دون أن يحدد صفة العمل التي تكون فيه وهذا ثم قال بعد ذلك إن الله لدى فضل على الناس ولكن أكثر الناس يلا يشكرون يلا يشكرون الله عز وجل على نعمه ونحن قبل أن نغادر هذه الآية نشير إلى أن من سنة الله أنجعل الليلة سكن ومن سنة أنجعل النهار معاشا كما جاء في الآية أخرى وجعله مبصرا وهذه هي سنة الله وللأسف أن كثيرا من المسلمين خالفوا هذه السنة وكثير من مجتمعات المسلمين خالفت هذه السنة فتأخر فتأخر انتاجها وتأخر تقدمها وتطورها بينما الدول الصناعية متقدمة إذا غابت الشمس يتوقف العمل وتغلق المحلات ويأوي الناس إلى بيوتهم وقبل طلوع الفجر يبدأون في العمل فتصبح نسبة الإنتاج في المجتمع عالية ويحتحفظ أوقات النس أما في كثير من بلاد المسلمين انقلبت الآية وعكست فالنهار أصبح وقتا للنوم والليل أصبح وقتا للانتشار والتحر وهذا قلب للفطرة وانتكاس وانتكاس لها قوله عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلاه فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون قوله ذلكم الله ربكم هذا الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم انظروا هذا التدرج الذي في الآية قال ذلكم الله فبدأ بلفظ الجلالة الذي هو علم على الله عز وجل الله ربكم فذكر صفة الربوبية خالقوا كل شيء فلأنه الرب فهو خالقوا كل شيء وليس فقط خالقكم بل خالقوا كل شيء ماذا بنى على هذه الأوصاف قال لا إله إلا هو فاعبدوا لأنه الرب لأنه الخالق فهذا هو الذي يستحق أن يعبدونا سوى ثم قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون يعني كمثل تكذيبكم يا أهل مكة ومثل إعراضكم يؤفك يعني يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون يعني يجحدونها ويكذبون ويعرضون عنها وفيها قول كذلك يؤفك فيها دلال على أن من كانت عادته الإعراض والصد عن سبيل الله أنه يصرف عن السبيل ولا يهتدي إليه ويضل ويضل عنه ولذلك قال كذلك يؤفك يعني بمعنى يصرف من هم هؤلاء الذين يصرفون الذين كانوا بآيات الله يجحدون ثم قال عز وجل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين لا زالت الآيات في تقرير ألوهية الله عز وجل مع الاستدلال بمظاهر القدرة والإنعام في هذا الكون قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أصل القرار من قرّة مصدر قرّة إذا سكن ومعنى القرار هنا ذكر المفسرون فيه قولان الأول أنها أن الأرض في ذاتها قارة ساكنة لا تضطرب والمعنى الثاني أنكم أنتم تسكنون فيها جعل لكم الأرض قراراً يعني سكناً تسكنون فيها أو جعل لكم الأرض قراراً يعني لا تضطرب والحقيقة يعني هذين القولين بينهما تلازم فإن كانت الأرض ساكنة فإن ذلك يُرِث قرارنا فيها ولا نستقر فيها إلا إذا كانت ساكنة فلا تعارض بين القولين بل هو من ذكر بعض أفراد أفراد العام مثل قوله عز وجل يعني في معنى في معنى محل القرار مثل قوله وآوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ذات قرار ومعين يعني محل إقامة ذات إقامة ومعين وهي كما ذكرت لا تعرض بين المعنيين على الصحيح قال جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء يعني سقفا مبنيا محيطا بكم في أكمل صورة وأحسن وأحسن هيئة فهي مثل السقف ولذلك سماها بناء ثم قال وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبة الحقيقة إذا تأملت في خلق الله عز وجل هذه الكائنات تجد أن خلق الإنسان هو في أكمل الصور وأشرفها وتأمل هذه الكائنات ترون أن الإنسان خلق على أكمل صورة وأشرف وأشرف صورة من استواء القامة وقدر على التحرك فضلا عن العقل الذي ميزه الله عز وجل ووهبه للإنسان فجعله بذلك يسخر ما في الكون ما في الكون لخدمته وصوركم فأحسن صورا يعني خلقكم في أحسن تقويم كما قال عز وجل في الآية الأخرى ورزقكم من الطيبة هذه أنواع المنن في الآية الكريمة ولعل يعني من تأمل هذه المنن الذي امتنى الله بها على خلقه فإنه لا شك يقوده للإمام بالله عز وجل هذه المنن ممكن أن نجملها في نوعين في هذه الآية وفي غيرها امتنان الله على عباده على نوعين إعداد وإمداد يمكن أن نقول نعم الله على خلقه بإعدادهم وإمدادهم أما الإعداد فإنه أعدهم وأعطاهم كل أسباب البقاء خلق هذا الإسان سميعا بصير وهبه السمع والبصر والفؤاد والعقل والإدراك والقدرة فأعده إعدادا يقدر معه على الحياة وهذا ما يسمى بالإعداد وأما الإمداد فإنه أمده بأسباب البقاء قد تكون أنت قادر وقوي لكن ليس بين يديك أسباب البقاء فتموت ولا لا لكن الله عز وجل أعده وأمده فنعمه على عباده بإعدادهم وإمدادهم هذا الكون كله مسخرنا أمدنا الله به حتى نستطيع أن نحيا في هذا الكون فنعم الله عز وجل تدور على هذين على هذين البابين ثم قال عز وجل هو الحي لا إله إلا هو قوله الحي هذه الألف اللام دال على الاستغرام ومعنى الحي هنا يعني الذي اتصف بكمال الحياة التي لا نقص معها من صور نقص الحياة النوم قبل النوم الموت ومن صور النقص النوم ومن صور النقص الحياة النعاس فالله عز وجل هو الحي الحياة التامة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فنى سبحانه بحمده وأما الخلق فكلهم على ضد ذلك فسبقهم فسبقهم العدم ويلحقهم الفنى أما الله عز وجل فهو الحي وهذا المعنى هذا دليل من الأدلة التي يستدل به على أن الله هو المستحق للعبادة لوحده ما عداه مما عبد من دون الله ليس لا يتصف بهذه الصفة التي ذكر الله عز وجل هو الحي ولذلك قال لا إله إلا هو لأنه الحي فهو الإله الذي لا يعبد لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين أمر بدعائه مع الإخلاص له وانظروا التأكيد على مسألة الدعاء وهذا في ثلاث مواضع في هذه السورة كلها يؤكد على الدعاء ويجعله هو العبادة ويجعله هو هو الدين فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وهو عز وجل له الحمد المطلق له عز وجل الحمد الحمد المطلق ولذلك قال الحمد لله رب العالمين الألف واللام دل على الاستغرار في الحمد يعني المستغرق لكل أنواع المحامد لأنه هو الملعن بكل أنواع النعم فالمحامد كلها له عز وجل له المحامد بأفعالنا بحركاتنا بسكناتنا بجوارحنا كلها عز وجل محمود عليها وبها الحمد لله رب العالمين ثم قال رب العالمين لأنه عز وجل هو الذي رب الخلق وتعاهدهم بالتربية قبل خلقهم إلى أن يموت وهو يربيهم عز وجل وينعم عليهم العالمين يعني من الإنس من الإنس والجن ثم قال عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هذا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلى المشركين بعد ذكر الأدلة بعد هذا التطواف في أنواع من الأدلة وأنواع من الآيات وأنواع من الحجج والبراهين وأنواع من القصص السابقة يصل إلى الهدف فيقول قل إني مهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي البينات التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أولها وأعظمها الوحي ثم المعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها بينات بينات في نفسها تبين عما فيها وأيضاً بينات تبين عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين الإسلام الخضوع والانقياد لله ظاهراً وباطناً هذا هو أعلى معاني الإسلام أن تسلم ظاهراً وباطناً لله فتسلم الجوارحك لله ويسلم باطنك لله وهذا هو المعنى المراد في الآية وليس فقط إسلام الجوارح بل حتى الباطن إسلام البواطن أن أسلم لرب العالمين بهذا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إذا لم يكن عند أحدكم سؤال فإننا نختم هذا اللقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنع شكرا